تفضل سموه بافتتاح معرض الخليج للصناعة تقدم بالمنتج الصناعي البحريني والخليجي وتعزيز ثقة المستهلك فيه وإن للشركات الصناعية من الحكومة كامل الدعم والمساندة لدورها كأحد ركائز الاقتصاد الوطني وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد تفضل بافتتاح فعاليات معرض الخليج للصناعة في دورته الحادية عشر والذي نظمته شركة الهلال للمؤتمرات والمعارض في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات بمشاركة نخبة من العارضين المحليين والدوليين وقد قام سموه بجولة في أقسام المعرض اطلع خلالها على ما يضمه من تكنولوجيات صناعية متطورة في قطاعات الألمنيوم والطاقة الشمسية وحماية البيئة والمعادن الصناعية والخدمات اللوجستية والمرافق الصناعية والأمن والسلامة والتدريب الصناعي وعرب سموه عن عجابه بما يشتمل عليه المعرض من تكنولوجيا صناعية من مختلف أنحاء العالم الأمر الذي يؤكد مدى الإقبال المتزايد على المعرض والثقة والمكانة الكبيرة التي بات يحتلها من قبل العارضين والمشاركين وخلال الجولة أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حرص الحكومة على تكامل القطاعات الاقتصادية وتطويعها في خدمة التنمية وضمان ديمومتها وقال سموه إن استشراف المستقبل يرجح كافة القطاعات الصناعية ومن هذا المنطلق حرصت الحكومة على دعم وتشجيع إقامة المعرض المتخصصة في الصناعة لأهميتها في استقطاب الشركات الصناعية والاستثمارات في هذا المجال وبناء الشراكات وشدد سموه على دعم الحكومة للتوسع في النشاط الصناعي خاصة الصناعات القائمة على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة من خلال توفير المقاومات اللازمة من البنية التحتية وموارد الطاقة وتهيئة الأيد العاملة البحرينية بالمهارات الفنية وغيرها وشدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على أن الاقتصاد القوي هو ذلك الاقتصاد الذي يستند على قاعدة مصادر متنوعة وتكون الصناعة في أعلى سلم مصادره فالأمم المتطورة خلدت بما صنعت وقدمت للبشرية وهذا يعكس أهمية الصناعة في تعزيز موقع الدول على خارطة الاقتصاد العالمي لافتاً سموه إلى أننا نفخر في مملكة البحرين بما تحقق على صعيد القطاع الصناعي ونعمل على تحقيق المزيد على هذا الصعيد وأنوها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالدور الذي تطلع به المعارض والفعاليات المتخصصة في القطاع الصناعي في الترويج للمميزات والحوافز والبنية التحتية الصناعية البحرينية المتطورة وتعزيز الاستثمار في هذا الجانب شاكراً سموه للقائمين على معرض الخليج للصناعة جهودهما في هذا الجانب وقد قام صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر خلال المعرض بتشغيل شعار سن الذي يستمد طاقته من شجرة الطاقة الشمسية من جانبه أعرب جبران عبد الرحمن المدير التنفيذي لشركة الهلال للمؤتمرات والمعارض المنظمة للمعرض عن خالص تقديره وامتنانه لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر على دعمه الكريم والمتواصل لمعرض الخليج للصناعة ولتفضله بافتتاح المعرض وأشار جبران إلى أن شركات التصنيع تستهدف ترويج شعار صنع بالبحرين وتسليط الضوء على الإمكانيات التي تسخر بها البلاد فضلا عن التعريف بالمرافق الصناعية عالمية المستوى التي من شأنها تعزيز بيئة الأعمال في المملكة وجذب المستثمرين الدوليين والإقليميين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر